بمشقة بالغة تجاوزت وكالة أنروا مشكلة حجب الولايات المتحدة معونات بقيمة تتجاوز ثلثة نفقاتها السنوية في العام الماضي ضمن ضغوط سياسية أمريكية للقبول بصفقة القرن لكن المساهمات الدولية الإضافية فضلا عن تقليص النفقات بأكثر من 90 مليون دولار ساعدا على تجاوز تلك المحنة حتى الآن الوكالة توجهت مجددا للمساهمين طالبة تأمين مليار ومائتي مليون دولار لتلبية أبسط الاحتياجات الأساسية لستة ملايين لاجئ فرسطيني قبل حلول العام الدراسي المقبل في وقت نواجه اللاجئون الغيابة التامة تقريبا لأي أفق سياسي فإنني على قناعة تامة أن المحافظة على خدمات أنروا تبقى مساهمة حاسمة من حيث الكرامة الإنسانية والاستقرار الأقليمي المؤتمر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة استمع إلى رسالتين مؤثرتين من ممثلين عن الطلبة الفلسطينيين نعم فلقد أتيت من رحمي المعاناة حيث أصوات القنابل وطلقات الرصاص تدوي في شوارع مخيماتنا في الضفة الغربية أحيانا أستيقظ من نومي مرعوبة على أصوات طلقات عالية على بابنا تطلب من أبي أن يفتح الباب من أجل تفتيش المنزل في منتصف الليل منذ ولادتي عايشت ثلاث حروب وأنا في سن الرابعة وفي سن الثامنة وفي سن العاشرة لا زالت مشاهد الحرب والدمار في رأسي وتطاردني أثناء نومي كلمة بعد كلمة علقاها من دوبو الدول متعهدين برفع مستوى مساهماتهم قبل بدء الفصل الدراسي التزامن بين عقد مؤتمر نيويورك للمساهمين في صندوق أونروا وبين انعقاد ورشة العمل في البحرين لم يكن مصادفة فالمجتمع الدولي أراد إيصال رسالة للإدارة الأمريكية أنه متمسك بقرارات الشرعية الدولية في أي تسوية في المنطقة نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين